السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنبدأ الست رقم 24 وهو زي الست اللي فات برضه أنا بديك معلومتين صح وبديك معلومة تالتة بقولك هل هي صح ولا غلط ولا ما نقدرش نعرف هي صح ولا غلط نبقى للمعلومات الموجودة في الجملتين اللي قبلها بس هنا هيبقى فيه اختلاف شوية في شكل الأسئلة هنا بيقول لي الوت سيريال فيه فايبر أكتر من الكورن سيريال بس أقل من البران سيريال سيريال ده اللي هو زي الكورن فليكس يعني فيه أنواع منه فالوت فيه فايبر أكتر من الكورن ولكن أقل من البران يبقى لو هنرتبهم البران ثم القوت ثم الكورن بس بيقولي في نفس الوقت ان الكورن ليه علاقة تاني فيه فايبر أكتر من الرايس وأقل من الويت يبقى أنا كده عندي علاقتين البران أكتر من القوت أكتر من الكورن والرايس أقل من الكورن أقل من الويت المعلومة التالتة بتقولك هل ده معناه إن الرايس هو أقل واحد في كمية فايبر في كل الأنواع دي طبعا المعلومة دي هتبقى صح تبقى المعلومات اللي فوق ليه؟ لأن احنا قلنا إن الرايس أصلا أقل من الكورن والويت والكورن أساسا أقل من القوت والبراين فبالتالي الرايس هو أقل واحد على الإطلاق بيقولي بعد كده في اليوم اللي بارتون تريبلز اتولده دول توأم ثلاث أولاد اتولدوا في نفس اليوم بس كانت أوزانهم مختلفة يعني جينا كان وزنها أكتر من جيسون وجيسون كان وزنه أقل من جيسون فكده نقدر أقول إن جيسون وزنه أقل من جيسون وأقل من جيسون وأقل من جيسون فهل نقدر نقول كده إن جيسون هي أتقل واحدة في الثلاثة؟ طبعا ما نقدرش نأكد المعلومة دي أونين فيها ليه؟ لإن إحنا كل اللي نعرفه إن جيسون أو جيسون اللي اتنين كل واحدة فيهم أتقل من جيسون لكن مين فيهم أتقل؟ ما نقدرش نعرفها عشان كده الإجابة الصحية أنصرتين طبعا السؤال اللي بيقول درجة الحرارة يوم incarnيين كانت أقل من درجة الحرارة لوم التلات ودرجة الحرارة يوم الأربع تعالي من يوم ثلاث في intercept قد أعلى درجة الحرارة هي يوم الثلاث والاتنين والاربع احنا مناعرفش من فيهم أعلى من الثاني فهل كده نقدر نقول أن درجة الحرارة يومailleurs ما اعلى طبعا لا نقدرش نقول او لا لأن درجة الحرارة يوم ثلاث ليه top? لأن كل الأعرفه знать نظامه أن يوم الثلاثة أعلى من الاتنين والاربع لكن مين فيهم أعلى من الثاني ما نقدرش نحدد بيقول لي بعد كده spot أكبر من king دول أسماء يعني ما نعرفش مين وأصغر من sugar يحنا عندنا ثلاثة sugar أكبر من spot أكبر من king ورولف أصغر من sugar وأكبر من spot يعني رولف ده يا جماعة ما بين sugar و spot يعني لو عايزين نتخيلها احنا قلنا spot أصغر من sugar صح وفي نفس الوقت أكبر من مين أكبر من king يبقى king أصغر من spot أصغر من sugar وقال لي أن رولف أصغر من sugar وأكبر من spot فهو ما بين spot و sugar هنا يبقى spot أصغر من رولف أصغر من sugar دي العلاقة الكاملة من بين الأربعة فكده منقل على المعلومات دي هل king أكبر من رولف؟ لا طبعا بينة جدا king أصغر من رولف فدي false عشان كده قلنا لما ترسم المعلومة قدامك وتبص عليها الموضوع بيبقى أسهل بكتير سؤال اللي بعده بيقول أن عندي سلة فاكهة فيها تفاح أكتر من اللمون وفيه لمون أكتر من البرتقون فبالتالي نقدر نقول أن التفاح أكتر من البرتقون آه طبعا ليه؟ لأن التفاح أكتر من لمون واللمون أكتر من البرتقون فبالتالي التفاح أكتر من البرتقون السؤال اللي بعده هنا بيتكلم عن الاتجاهات بقى بيقول لي والله المحل اللي اسمه shop and safe grocery ده على جنوب greenwood pharmacy احنا عندنا اتجاهات طبعا أساسية اللي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب اللي هما north وسouth و east و west ودول لازم نحفظهم وفيه اتجاهات فرعية ما بينهم اللي هو شمال شرق و شمال غرب و جنوب شرق و جنوب غرب المسائل دي عشان نعرف نحلها يفضل ان احنا نرسمها يعني لو فتحنا البنت كده احنا قلنا ان محل الشوب and safe ده تحت greenwood يبقى احنا ممكن نفتح كده ونكتب هنا shop and safe grocery صح؟ ده فين؟ ده تحت greenwood يبقى greenwood فوق ايه؟ ليه تحته؟ لأن احنا قلنا ان هو على جنوب greenwood يبقى greenwood فوق shop and safe تمام وريبيكا بيتها في شمال شرق greenwood طب هو greenwood شمال الشرق بالنسبة له فين؟ شمال فوق اهو وشرق اهو يبقى فوق على اليمين يبقى ده بيت ريبيكا فهو هنا بيقول لي ايه؟ هل بقى بناءا على الكلام ده ريبيكا's house is west of the shop and safe grocery ده بيت ريبيكا فوق على اليمين و shop and safe grocery تحتها الشمال هل هو على غربه الوست بتاعه لا هو بيت ريبيكا بالنسبة لل shop and safe grocery في الشمال الشرقي north east فهو مستحيل يكون في الغرب على القال ممكن نقول في الشرق او في الشمال او في الشمال الشرقي لكن مش في الغرب هو المحل اللي على غرب ريبيكا فطبعا دي معلومة غلط تماما السؤال اللي بعده بيقول لي جو اصغر من كيثي ومارك اتولد بعد جو طبعا هو هنا بيلعب بالالفاظ مارك اتولد بعد جو يعني مارك اصغر من جو يبقى لو هنرتب مارك اصغر واحد واكبر منه جو واكبر كيثي فكده نقدر نقول ان كيثي اكبر من مارك اه طبعا طبعا احنا قلنا ان كيثي اكبر من جو وجو اكبر من مارك يبقى الجملة دي صح هنا بيقول لي كل الSpotted gangles لا حيوان انا معرفوش كل الSpotted منه عندهم ديل طويل يعني اي حيوان عنده بقع او نقط على جسمه لازم يكون ديله طويل مش انما الShort haired gangles Short haired يعني اللي شعرهم قصير غالبا always يعني غالبا غالب الوقت بيكون عندهم short tails عندهم ديل قصير يبقى انا عندي معلومتين معلومة مؤكدة ومعلومة اغلبية المعلومة الاولى المؤكدة ان كل اللي عندهم بقع في جسمهم ديلهم طويل انما اللي شعرهم قصير غالبا بيكون ديلهم قصير يبقى هل اقدر استنتج ان مستحيل ان اللي هو اللي ديله طويل يكون عنده short hair لا مش لازم ليه لان احنا قلنا ان الشورت hair غالبا عنده short tail بس ممكن بنسبة قليلة يكون عنده long tail فبالتالي الجملة دي uncertain ليه uncertain لاني معرفش هل ممكن يطلع عندي في long tailed gangl وعنده short hair ولا ماقدرش ااكد ممكن يكونوا كلهم مثلا 90% منهم زي ما قلنا short tail و10% مثلا medium tail مثلا انا بفترض احنا ما نقدرش نقول او لا الجملة دي ما نقدرش ناكدها اونين فيها هنا بيقول لي البطارية رقم X بتعيش اكتر من بطارية رقم Y والبطارية رقم Y ما بتعيش قد بطارية Z يعني بالتالي Z بتعيش اكتر من Y نفس الجملة بس معنى اخر يبقى كده ان عرفت ان Z و X كل واحدة فيهم بتعيش اكتر من И فبالتالي هل اقدر استنتج ان Z بتعيش اكتر من X اكيد لا ليه اكيد لا لان انا ما عرفش العلاقة ما بين Z و X انعرف ان كل واحدة فيهم اكبر من Y لكن ما عرفش مين فيهم بتعيش اكتر من التانية سؤال اللي بعده بيقول لي ان مارتينة قعدة في الـ disk الورى جيروم وجيروم قعد في الـ disk الورى براينت فهل نقدر نقول كده ان براينت قعد في الـ disk الورى مارتينة لا طبعا لان ده فاصل فمارتينة قعدة في اخر disk قدامها جيروم قدامه براينت فماينفعش خالص يكون براينت ورى مارتينة هو قدامها بدسكين فالجملة دي فولس اخر سؤال عندنا برضو بيتكلم عن الاماكن بيقول لي ميدل تاون على شمال سينترفيل يبقى برضو لو هنرسمها عندنا ميدل تاون شمال سنترفيل يبقى ميدل تاون فوق وسنترفيل تحت تمام؟ اللي فوق دي ميدل تاون واللي تحت سنترفيل وسنترفيل على شرق بينفيلد يبقى سنترفيل اهي تحت على شرق بينفيلد يبقى اللي على الشمال دي مين؟ بينفيلد ودي سنترفيل ودي ميدل تاون كده الموضوع بقى سهل انا باين قدامي اماكن التلاتة فهل نقدر نقول ان بينفيلد في شمال غرب ميدل تاون بينفيلد اهي وميدل تاون هي لا هي بين فيلد في جنوب غرب ميدل تاون يعني ساوذ ويست مش نورث ويست عشان كده الجملة دي فولس بنسبة 100%